السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر هندسة البرمجيات في درس لغات البرمجة ومعالجتها الجزء الثالث في الدرس السابق تحدثنا عن تصنيفات لغات البرمجة وكيف تفهم أجزة الحاسب لغات البرمجة وعملية ترجمة البرنامج وربطه وعملية تجميع وتنفيذ البرنامج بواسطة المفسر ولغات البرمجة المترجمة والمفسر كيف نتواصل مع الحاسب لإعطائه أوامره البرمجية أعزائي الطلاب والطالبات كيف نتواصل مع الحاسب لإعطائه أوامره البرمجية في مقارنة بين المفسر والمترجم إكمالا للدرس السابق هذا الجدول في الكتاب لديك يوضح المقارنة بين المترجم والمفسر نلاحظ من حيث الوظيفة الرئيسة أن المترجم يحول البرنامج المصدري المكتوب بلغة البرمجة عالية المستوى بأكمله إلى لغة آله وينتج برنامج قابلا للتنفيذ نلاحظ لدينا هنا إي إكس إي ملف قابل للتنفيذ إي إكس إي إكس كيوتف أو ملف تنفيذي هنا عمل المترجم يحول برنامج المصدري المكتوب بلغة البرمجة عالية المستوى بأكمله إلى لغة آله وينتج برنامجا قابلا للتنفيذ بينما المفسر يحول كتلة من التعليمات البرمجية إلى لغة الآلة بحيث ترجمها ثم ينفذها ثم ينتقل إلى الكتلة التالية أثناء تشغيل البرنامج بمعنى هنا لدينا بأكمله في المترجم وفي المفسر كتلة كتلة أن يقوم بتقسيم البرنامج إلى أجزاء إلى أسطر إلى تعليمات وكل تعليم على حدة المفسر يقوم بتحويلها إلى لغة الآلة يترجمها وينفذها ثم ينتقل إلى الكتلة التالية بينما المترجم يأخذ البرنامج كامل كجملة كاملة ويقوم بترجمته إلى لغة العالم هذا من حيث الوظيفة الرئيسة من حيث المدخلات المترجم يأخذ البرنامج المصدري أيضا بأكمله كمدخل وفي المفسر يأخذ أحد تعليمات برنامج المصدر كمدخل في كل مرة بمعنى أن المترجم في عملية ترجمة البرنامج المصدري يعمل مرة واحدة المترجم يعمل مرة واحدة بحيث تكون المدخلات البرنامج السورس كود أو البرنامج المصدري كامل ثم يحوله إلى لغة الآلة مرة واحدة بينما هذه العملية في المفسر تستمر أكثر من مرة بحيث أنه يأخذ أحد التعليمات تعليمه واحدة المفسر ثم يحولها لغة الآلة طبعا بعد أن يقوم بتحليله والتحقق من عدم وجود أخطاء وهكذا ثم يحولها ثم يأخذ الكتلة الثانية أو السطر الآخر وينفذها ثم التي تليها ثم التي تليها وهكذا إلى أن ينتهي من البرنامج المصدري إذن هذه العملية في المترجم كمدخلات واحدة لدينا في المترجم المدخلات واحدة البرنامج كتلة واحدة أما المدخلات في المفسر فتكون سطر سطر المخرجات في المترجم ينشأ المترجم ويخزن ملف البرنامج أو برنامج الكائن الأوبجيكت كمخرج بينما المفسر لا ينشئ ملف برنامج يسمى برنامج الكائن مباشرة يحول لغة الآلة ولكن لا ينشئ هذا الأوبجيكت الأوبجيكت الكوت لا ينشئه هذا المفسر بينما المترجم يقوم بإنشاءه يأخذ السورس ويقوم بالترجمة ثم ينشئ ملف الكائن هذه هي المخرجات في الذاكرة المترجم يتطلب المزيد من الذاكرة بسبب إنشاء برنامج الكائن قد أن المترجم ينشئ برنامج الكائن فإنشاء هذا البرنامج يحتاج إلى مزيد من الذاكرة في المترجم بينما المفسر يتطلب ذاكرة أقل لماذا؟ كما ذكرنا سابقا في المخرجات لا يوجد برنامج كائن لا ينشئ برنامج كائن في ذلك يتطلب ذاكرة أقل إذن الذاكرة في المترجم تستهلك بسبب برنامج الكائن في عملية التنفيذ المترجم تتم عملية تجميع برنامج المصدر بالكامل قبل بدء التنفيذ يتم تجميعك كاملا قبل بدء التنفيذ أما في المفسر تتم عملية تفسير لكل عبارة برمجية بالتوازي مع عملية التنفيذ إذن لدينا هنا يتم تجميع كامل قبل أن يتم التنفيذ لماذا؟ لأن هناك برنامج الكائن لدينا فيتم ترجمة كامل ثم يجري عملية التنفيذ إذن عملية التجميع تكون قبل بدء التنفيذ بينما في المفسر تكون بالتوازي مع عملية التنفيذ السبب أنه سطر بسطر عملية تتم سطر بسطر ولكن هنا لا يجري العملية كاملة في المجمع ثم يقوم بعملية التنفيذ التحقق من وجود الأخطاء في المترجم يعرض المترجم جميع الأخطاء اللغة والتحذيرات عند ترجمة البرنامج ولا يمكن تشغيل البرنامج حتى يتم تصحيح جميع الأخطاء إذن في المترجم يعرض جميع الأخطاء سنتحدث عن أنواع الأخطاء إن شاء الله يعرض جميع أنواع الأخطاء المترجم ولا تستطيع البدء بتنفيذ البرنامج حتى تقوم بإصلاح هذه الأخطاء بينما في المفسر يقرأ المفسر سطراً واحداً من التعليمات البرمجية ويعرض أي أخطاء فيه ويجب تصحيح الأخطاء قبل الانتقال لقراءة السطرة التالية بمعنى أن المترجم ينهي عمل كامل سواء كان هناك أخطاء أم لم يكن هناك أخطاء إن لم يكن هناك أخطاء يبدأ في مرحلة التنفيذ وإن كان هناك أخطاء يقوم بعرض الأخطاء ولا تتم عملية التنفيذ إلا بعد أن تقوم بإصلاح هذه الأخطاء بينما في المفسر يقرأ سطر ولا يستطيع أن يقرأ السطر الثاني إلا بعد أن تقوم بإصلاح أخطاء هذا السطر يتوقف عمله يقرأ السطر الأول ويتوقف بانتظار إصلاح أخطاء هذا السطر أصلاح هذه الأخطاء ينتقل إلى الكتلة التالية أو السطر التالي ويقوم بتفسيره أو تحويله للغة الآلة وإظهار إذا كان هناك أخطاء وهكذا إذن هذه عملية التحقق من الأخطاء في المترجم يجري الترجمة كامل للبرنامج ثم يعرض جميع الأخطاء بينما في المفسر لا يجري السطر الأول ويعرضك الأخطاء أصلحتها يقوم بتفسير السطر الثاني وهكذا في عملية متتالية ربط الملفات في المترجم يحتاج إلى برنامج لربط ملف الكائن بملفات المكتبة القياسية لإنشاء الملف القابل للتنفيذ اتفقنا أن المترجم لا يستطيع ترجمة الملفات المرتبطة بالمكتبات القياسية تحدثنا في الدرس السابق عن Library References وأن هذه تكون داخل البرنامج المصدر لا يستطيع المترجم إلى ترجمتها فنحتاج إما إلى اللينكر أو إلى اللودر حتى نستطيع بترجمتها إذن في ربط الملفات يحتاج إلى برنامج لربط ملفات الكائن بملفات المكتبة القياسية لإنشاء الملف القابل للتنفيذ يحتاج إلى هذا البرنامج اللينكر أو اللودر حتى أنه ينشع لي ملف قابل للتنفيذ EXE هذا هو المترجم أما المفسر لا يحتاج إلى عملية الربط ولا ينشع ملف قابل للتنفيذ هذا هو الفرق بين الاثنين في عملية ربط الملفات السرعة يتيح توفر الملف التشغيلي EXE التنفيذ بشكل أسرع في المترجم إذن في المترجم إنشاء الملف التشغيلي أو EXE يتيح لنا أو يوفر لنا التنفيذ بشكل أسرع بينما في المفسر تكون عملية التنفيذ أبطأ لأن الملف القابل للتنفيذ غير متوفر لا ينشع المفسر ملف EXE حدثنا في الخطوات السابقة أنه لا ينشع ملف EXE فعدم إنشاء له الملف القابل للتنفيذ غير متوفر ويتم تفسير برنامج مرة أخرى عند كل عملية التنفيذ بمعنى أنه على المترجم أو اللغات البرمجة التي تعمل على المترجم في عملية السرعة إذا أنشعته وقمت بإصلاح جميع الأخطاء في هذا البرنامج فهنا ينشع لك ملف تنفيذي أو ملف تشغيلي EXE في المرة القادمة عندما ترغب بتشغيل هذا التطبيق فمباشرة يقوم بتنفيذه خلاص هو متأكد من الأخطاء فتكون سرعتها عالية بينما البرامج أو لغات البرمجة التي تعمل مع المفسر تكون أبطأ لماذا؟ لأن في كل مرة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج لا يوجد له مع المفسر برنامج تنفيذي لذلك في كل مرة يعيد العمليات السابقة يقوم بتفسير كل سطر واكتشاف إذا هناك أخطاء أو لا إذا لا يقوم بالتنفيذ فالعملية يعيدها في كل مرة المفسر وهذا يجعل المفسر بطيء وهنا يكون أسرع لدينا مع لغات البرمجة التي تعمل مع المترجم الاعتماد على الأجهزة هو أنظمة التشغيل في المترجم يعتمد الملف القابل للتنفيذ الذي تم إنشاؤه بواسطة المترجم على الأجهزة التي سيتم تشغيلها عليها ولا يمكن تشغيلها على وحدات معالجة مركزية ذات عمارة مختلفة أكدنا على هذه النقطة السابقة أو على أنظمة تشغيل مختلفة نلاحظ اختلاف العمارة أو اختلاف نظام التشغيل مع الملفات أو الملفات البرامج القابلة للتنفيذ المعمولة على لغات برمجة تعمل على المترجم لا تستطيع تنفيذها لذلك تجد أغلب البرامج الموجودة على شبكة الإنترنت أو للتعمل على الجهاز الحاسب الآلي يستشيرك سابقاً أو مسبقاً ما هو نظام التشغيل المتوفر لديك؟ هل نظامك التشغيل iOS؟ هل نظامك أندرويد؟ هل أنت تعمل على نظام Linux؟ ما هو نظام التشغيل لديك حتى يعطيك ملف تنفيذي يناسب نظام التشغيل الخاص بك؟ أيضاً يسألك عن العمارة 64 بيت 32 بيت ما هي عمارة الحاسب لديك؟ هناك في كل تطبيق يظهر يوجد مجموعة من الإصدارات له تخدم أنظمة التشغيل المختلفة وتخدم أيضاً بنية أو عمارة مختلفة في المفسر، المفسر هو مكون مستقل عن نظام التشغيل فعلى سبيل المثال يمكن المترجم البايثون العمل على نظامي Windows و Linux بنفس البرنامج المصدري ونفس النتائج هنا لدينا المفسر لا يعمل عليه لا يوجد أي مشكلة مع وجود البرامج المعمولة عن طريقه المرتبطة مع المفسر في رغاة البرمجة لماذا؟ لأنه في كل مرة أنت لا تعمل مع نظام أو ملف تشغيلي EXE تنفيذي، ولكن أن تعمل معه من البداية بحيث أنه يقوم كل سطر على حدة فلا يختلف معه نظام التشغيل أو عمارة الحاسب الآلي إذن هناك مزايا وهناك عيوب لكل منهما نلاحظ في مرة يتفوق المفسر ومرة أخرى يتفوق المترجم التعامل مع الأخطاء ننتقل الآن إلى التعامل مع الأخطاء تعمل المترجمات والمفسرات بشكل مختلف عند وجود أخطاء أو خلل في البرامج المصدرية المفسر إنشاء البرنامج رقم واحد اثنين يقرأ المترجم سطراً واحداً من التعليمات البرمجية ويعرض أي خطأ في تركيب الجمل ويجب تصحيح الخطأ قبل انتقال إلى سطر التالي عفواً يقرأ المفسر سطراً واحداً من التعليمات البرمجية ويعرض أي خطأ في تركيب الجمل ويجب تصحيح هذا الخطأ قبل انتقال إلى السطر التالي النقطة التالية لدينا يتم تنفيذ جميع أسطر التعليمات البرمجية المصدرية سطراً تلوى الآخر أثناء تنفيذ البرنامج بواسطة المفسر إذن اتفقنا أن في عملية التعامل مع الأخطاء كل سطر على حدة في المفسر في المفسر كل سطر بشكل مستقل لا يتجاوز إلى السطر التالي حتى يتأكد من عملية التحليل ويتأكد من عدم وجود أخطاء بعد ذلك يقوم بالتنفيذ في المترجم الخطوة الأولى لدينا إنشاء البرنامج الخطوة الثانية هي يقوم المترجم بتحليل ومعالجة جميع أسطر التعليمات البرمجية ويتأكد من صحتها عند وجود خطأ تظهر رسالة خطأ إذا لم يكن هناك خطأ يقوم المترجم بتحويل البرنامج المصدر إلى اللغة الآلة ويتم ربط ملفات تعليمات البرمجية المتعددة في برنامج واحد قابل للتنفيذ يعرف باسم ملف EXE ملف تنفيذي بمعنى أنه قلنا في المفسر أنه يتعامل معه كسطر أو بسطر سطر أما في المترجم لا يقوم بتحليل ومعالجة جميع الأسطر ويتأكد من صحتها وعند وجود أخطاء يظهر لك أخطائك كاملة في المترجم ويطلب منك تعديلها إذا قمت بتعديلها أو لم يجد هناك أخطاء يقوم بتحويل الملف المصدر إلى لغة الآلة ويتم ربط ملفات تعليمات البرمجية المتعددة ببرنامج واحد تنفيذي برنامج قابل للتنفيذ امتداده EXE في عملية تصحيح الأخطاء أيضا غالبا ما يحتوي البرنامج المصدر في نسخة الأولى على العديد من الأخطاء وتنقسم هذه الأخطاء إلى ثلاث أنواع من الأخطاء أولاها لدينا الأخطاء المنطقية logical errors وهذه تكون أخطاء في منطق البرمجة في منطق البرمجة في العمليات البرمجية أو في الأوامر المنطقية بمعنى أن تضع أمر غير منطقي أمر رياضي أو غير منطقي لديك في هذه العملية تسمى logical errors أيضا لدينا أخطاء وقت التشغيل الrun time errors وهذه أخطاء تحدث أثناء تنفيذ البرنامج أثناء تنفيذ البرنامج وجد هناك خطأ إما يكون خطأ في عملية الربط بين مكونات البرنامج أو بين ملفات البرنامج أو ارتباط مع مكتبة قياسية لم تعد موجودة فتكون هذه أخطاء في وقت التشغيل أيضا لدينا أخطاء في تركيب الجمل Syntax errors وهي أخطاء في تركيب الجمل البرمجية نفسها تحدث الأخطاء المنطقية وأخطاء وقت التشغيل فقط عند تنفيذ البرنامج بينما تحدث أخطاء تركيب الجمل أثناء الترجمة ويتم تنفيذ البرنامج فقط إذا كان برنامج المصدر لا يحتوي على أخطاء في تركيب الجمل تفقنا أنه في عملية الترجمة يتأكد من عدم وجود أخطاء قبل أن يقوم بتنفيذ الملف التشغيلي أو الملف التنفيذ الخطوة الأولى في تصحيح أخطاء تركيب الجمل الخطوة الأولى هي قيام المترجم أو المفسر باكتشاف أخطاء تركيب الجمل وبالتالي عرض الرسائل نؤكد أن كلاهما يعرض الرسائل سواء المترجم يعرضها جميعا رسائل الأخطاء أو المفسر في كل سطر يعرضها إذن يقوم بعرض الرسائل بعد أن يقوم باكتشاف الأخطاء يعرض الرسائل تشير الخطأ وموقعه يمكن لبعض هذه الرسائل المساعدة في تشخيص سبب الخطأ بمعنى أن سابقا كانت لغات البروجة في البداية حتى مع لغات التجميع كان لا يقبل تنفيذ البرنامج ومهمتك أنت أن تبحث عن الخطأ وهذه اللغات منخفض المستوى كانت صعبة في كتشاف الأخطاء أما اللغات عالية المستوى فيحدد لك مكان الخطأ وأحيانا يقدم لك اقتراحات للحل فإذن يعطيك هذه الرسائل مساعدة في تشخيص سبب الخطأ الخطوة التالية بعد أن يعرض لك هذه الرسائل أن تقوم بتصحيح الأخطاء في البرنامج وفي النهاية بعد أن قمت بالتصحيح سيتم ترجمة البرنامج تم تصحيحها بشكل صحيح دون أي رسائل خطأ ارسم مخططا يظهر الفرق بين عمليتي ترجمة وتنفيذ البرنامج في كل من المفسر والمترجم تحدثنا في الجدول عن الفروقات بينهما وعرفنا آلية العمل بين المفسر والمترجم نلاحظ لدينا هنا المترجم كما اتفقنا أنه يقوم بتحويل البرنامج المصدر إلى برنامج كائن هذا هو المترجم وعمله هي عملية التحويل من source code إلى object code إلى برنامج كائن نلاحظ هنا لدينا أيضا أن هنا الأوامر في البرنامج المصدر إذا كانت A أكبر من B افعل بينما أو ما دام Z تساوي X ناقص Y هنا المترجم هنا يقوم بتحويل كامل الملف يأخذ الملف كامل وتحويله إلى لغة الآلة نلاحظ في الثلاث أسطر هذه قام بتحويلها كما اتفقنا أيضا أنه المترجم لا يستطيع ترجمة الارتباط بالمكتبات القياسية إذن في المترجم بعد أن حوله إلى برنامج الكائن المكتبات أو ملفات الارتباط بالمكتبات القياسية هذه library references أو L-I-P-R-E-F هذه نقلها كما هي لا يستطيع ترجمتها فما العمل؟ يحتاج المترجم إلى برنامج مساعد يسمى اللينكر أو برنامج يسمى اللودر الرابط أو المحمل هذا عمله ماذا؟ الاتصال الخارجي الاتصال الخارجي بمن؟ بملفات المكتبة ملفات المكتبة القياسية نلاحظ هنا باللون الوردي قام بتحويلها إلى لغة الآلة برنامج الرابط لدينا هنا قام بتحويلها إلى لغة الآلة ثم أعادها مرة أخرى وأعطانا ملف EXE ملف قابل للتنفيذ كامل بلغة الآلة تلاحظ باللون الأسود التي باللون الأسود هو من قام بتحويلها لدينا هنا في البرنامج القابل للتنفيذ التي باللون الأسود من قام بتحويلها هو المترجم هو المترجم التي باللون الوردي من قام بتحويلها هو الرابط لماذا؟ اللون الأسود هي ملفات المصدر source code موجودة لدينا قام بترجمتها المترجم أما التي باللون الوردي فقام بتحويلها ملف الرابط أو برنامج الرابط لماذا؟ لأن ارتباط بملفات المكتبة ملفات مكتبات قياسية وهذه الملفات لا يستطيع ترجمتها المترجم هذا هو عمل المترجم أو عملية الترجمة في المترجم ننتقل الآن إلى المفسر نلاحظ أو اتفاقنا أو تحدثنا سابقا أن المفسر interpreter يقوم بتفسير البرنامج سطر تلو الآخر ليس عمله مثل مترجم يترجم نلاحظ لدينا مترجم هنا قام بتحويل واحدة، اثنين، ثلاثة، الكثير من الأسطر مرة واحدة ترجمتها مرة واحدة لم تعود، خلاص انتهى عمله إلى هذه النقطة انتهى عمله المترجم بينما في المفسر في كل سطر يعمل في كل سطر يعمل هذا المفسر كيف يكون ذلك؟ لدينا هنا الأمر البرمجي برنامج البايتون المصدري مثل برنامج هذا المصدري هذا أيضا برنامج بايتون مصدري هذا برنامج بايتون مصدري نفسه ولكن هنا في المفسر نلاحظ لدينا السطر الأول X سوى 10 ماذا عمل؟ ذهبت مباشرة إلى المفسر وأجرى عليها العمليات الاعتيادية ما هي العمليات؟ يقوم بالتحليلها ثم يتحقق من عدم وجود الأخطاء ثم يرسلها للتنفيذ ثلاثة عمليات ستجد أنها تتكرر في كل سطر في كل سطر يتحلل ثم يتحقق من وجود الأخطاء ثم يرسل للتنفيذ ينتقل للسطر الآخر إذا تأكد من عدم وجود أخطاء هناك أخطاء يتوقف عمله بانتظار ماذا؟ بانتظار تصحيحك للخطأ في السطر الأول صححته؟ يعرض لك السطر الثاني أو ينتقلك للسطر الثاني هنا لدينا Y ساوي X زايد 2 يجري نفس العمليات الثلاثة السابقة التي ذكرناها تحليل، تحقق، ثم يرسل للتنفيذ وهكذا في جميع الأسطر ذهابا وإيابا بين البرنامج المصدري آخر أمر إذن هذا هو الفرق بين عمليتي الترجمة والتنفيذ للبرنامج بين المفسر والمترجم حتى لا يكون لديك لبس عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة هنا وضعت لك باللون الأحمر في المترجم حرف الجيم وهنا وضعت لك باللون الأحمر في المفسر حرف السين بمعنى أن المترجم يترجم البرنامج جملة كاملة بينما المفسر سطر سطر يقوم بتفسير البرنامج سطر سطر أما المترجم جملة إذن تذكر حرف الجيم جملة وحرف السين سطر بهذا الشكل في هذا الدرس تحدثنا أو أخذنا مقارنة بين المفسر والمترجم التعامل مع أخطاء البرامج عملية تصحيح الأخطاء تصحيح أخطاء تركيب الجمل سؤال عزيزي الطالب ما الفرق بين المفسر والمترجم؟ بعد أن أخذت نظرة وافية وشاملة عن المفسر والمترجم بإمكانك أن تذكر لنا الفرق بين المفسر والمترجم شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر